السلام عليكم كل سنة وحضراتكم طيبين يا ربي دايما بافضل حال النهاردة باذن الله هنعمل طاج المعمر لاطفالنا اللي بعد عمر السنة لحد عمر كبير انا عملالية والبنتي طاج المعمر ده عبارة عن نشويات وبروتين وكالسيوم وفيه مواد دهنية بيزود الوزن جدا تمام اول مكان هنعمله مع بعض الرز جبت كباتين صغيرين من الرز ليه كبات الشاي غسلتهم وبعد كده حطتهم كده في الطاجن ونزلت عليهم بمعلقتين من الزبادي حنا كنا عارفين ان الزبادي بيكون مصدر غني بالكالسيوم وكمان البروتين هقلبهم مع بعض وخلطهم كويس جدا بعد كده هزود عندي قطعة من الدجاج قطعتها القطعة صغيرة كان دجاج مستوي يعني قطعة كانت متبقية كده من نينة فقطعتها القطعة صغيرة وضفتها على روز وبعد كده هنزل عليهم بكباية من الحليب الكباية نفس كبايات الشاي اللي انا عملت بها او نفس الكباية المعيرية اللي انا عملت بها الرز وعليهم كمان كبايتين من الحساء او المرأة او الشربة على حسب ما انتوا بتسموها تمام وبعد كده هننزل بالبهارات اللي انت حباها انا نزلت برشة من الزعتر ورشة من القصبراء النشفة وكما هنزل بربع معلقة صويرة من الملح لان الشربة كان عليها ملح فمش هنزود ملح لو كانت الشربة اللي تضفيها فيها ملح تمام وهنقلب مع بعض اخلطهم كويس جدا لحد من المكونات تختلت مع بعض وكمان الملح يضب معنا وبعد كده هنزل عليهم بمعلقتين من الاشطاق معلق كبيرة الاشطاديات انا شايلها من وش الحليب يعني بيجيب كل الحليب بغليه وبعد كده سوبيبرد وبدخله التلاجة الليلة كاملة بيعمل معي طابة اشطاق فبشلها بخزنها في علبة وكل مرة بيجيب فيها الحليب بعمل نفس الطريقة لحد ما بيكون معي او بيبقى معي اشطا كتير فبعملها على اي واجبات بقدمها لطفلتي بتكون دسمة او تكون طعم واحل وقوي وكمان بتكون صحية عن الاشطا اللي بنشتريها من برا لان الجبنة بتتخمر فممكن يكون فيها بعض البكتيرية او الفطريات فدي افضل تمام بعد كده قلبوا مع بعض ودخلتهم الفرن هنا لحد ما استووا يعني ممكن ياخدوا معانا من 35 دقيقة ل40 على حسب ما بيستوي معانا تمام اول ما وصل معي الغليان وكان الوش من فوق اخد لون غطيت عليه وقفلت عليه الشواية وهدت على النار وسبت لما استوى تماما وده بقى شكله ممكن تقدمه بقى مع اي وقدار عندك انا قطعت الجزر لان طفلتي بتحب الجزر وقطعت الخيار لي انا لان يبتلش تكل الخيار فاكتفت بالجزر لها وطبعا اي وقدار طفلك بيحبه قدميه مع الوجب وجبة سهلة ومغزية وكمان طعمها حلو بتزود وزن الاطفال يا رب تكونوا الوجبة افادتكم وبالف انا وصحة لاطفالكم مقدما وضمتم بالف خير واشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته